موسيقى لقد جيد نبدي مصرورين وقد يرناها في هذه المنطقة السرقية وقد وصلنا على التجارة في السيارات والصيانة أو او الهارة وكيف ما نعرفه أن مجموعة هذه الشركة ستشيد في الجهاز السرقية والذي جاء يعني الفوز السابق السنة الماضية لقاء الخدمة هنا في الجهاز السرقية أو جهاز أخرى وكنشكره صيدنا على هذه المبادرة هذه وكنشكره المكسب الوطني لتكوين المهني وإنعاء الشغل وكنشكره خاصة مؤسسة محمد الخامس للتضامن وكنشكره الإدارة المسيرة لدي هذا المشروع هذا والأساسي دينا اللي ديما وقفين معنا نايا محدودين بزاف بهذا السنتر لأنه كي إكيبي بزاف ديال اللي باتيغيو وان بلوس الازاتوليين لقنا فيهم راحتنا وكنشكره جلالة المالك على هذا المشروع اللي طبقونا على أرض الواقع وسمح لنا فرصة باش تكون عندنا لانتيغرية وماخشي دي تخافي جميع تخصوصات اللي قد تعلق بلاتموبيل بحال سيبارة بحال الوديagnostيك بحال الالكترونيك انباركي وان بلس هدل الثالي اللي كي ننفاده لسانتر سان بيان إكيبي بحال احنا واعنا مستشفه بحال الهفور ديالي فورماتر وكنشكره مؤسسة محمد الخامس ولوفPPT اللي عاونتنا باش نحقل أحلام ديان نفاد اجب억 حسنًا لأنياتقدار حسنوں المظываем من عموامة النخوارات week weather نحن نخيط بحال الالخمي الجديد سجان على الاضائنات راجعlen من عموامة نحن 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 خطأ من عموامة ومكان ودرايحات حاجات買 spinal الإسakم بحالة春 عموامة في المطابع الأيام ، سوف تقوم بقائناة الدخولية على تقانبات الأيام ، فإنها نسخة من البيئة للاحصة الإيل وفقًا لأنها لنستخدمة البيئة. نسخة النبياء ، شخص ، ونستخدموا هذا المطابع. أي حسنين ، تستخدموا تقوم بعملها ، في هذا المستقبل في المنزل لأيهم يتواجدون على المستقبل في المستقبل يتواجد المركز التكوين المهني في المهن السيارة في الجهة الشرقية من بين الخمس مركز في المغرب البداية التكوين في المركز كانت في شهر أكتوبر 2019 تاقل استيعابية للمركز 450 متدرب هناك نوعا من التكوينات إضافة للبكالور المهني بالنسبة للشعب المتوفرة في المركز كانت تكوينات المهنية من بينها تقني متخصص في التشخيص والإلكتروني للسيارات تقني متخصص في بيع السيارات وخطاع الغيار تقني في صباغة السيارات تقني في إصلاح العربة الذات المحرك مصلح مركبة السيارات بالنسبة لتكوين التأهيل هناك ميكانيكي خدمة سريعة صناع فريشا وتلبي السيارات وتقنيات معالج الأسطحة مركز تكوين وتأهيل في مهن السيارات بوجده يعد من بين أهم المراكز على المستوى الوطني قامت بإنجازه مؤسسة محمد الخامس في إطار اتفاق الشراكة وتعامل مع مجلس جهة الشرق باستثمار إجمالي بلغ 21 مليون درهم القدرة البداغوجية لهذا المركز تسمح باستقبال أزلد من 400 متمرين سنويا يتلقون تكوينا مهنيا متخصصا في مجموعة من التخصصات المرتبطة بمهن السيارات فإن مؤسسة محمد الخامس ساهمت في تعزيز البنية التحتية بمراكز تأهيل وتكوين المهني على مستوى جهة الشرق بتمنى دير المشاريع بكلفة إجمالية بلغت 88.5 مليون درهم وهذه المشاريع تهم بالأساس مراكز تكوين في مهن السيارات في مهن البناء والأشغال العمومية تبير وتسير المقاولاتي وكذلك مهن الفلاحة وذلك في إطار اتفاق الشراكة مع وزارة الفلاحة الاستراتيجية المتبعة لمؤسسة محمد الخامس الضامن تعكس توجيهات الملكية السامية لصحب الجلالة الملك محمد صاحب الله والرامية إلى الاستثمار في العنصر البشري وخاصة الشباب من أجل تأهيله وتكوينه مهنياً في مختلف المجالات والتخصصات خاصة أن جهة الشرق والحمد أصبحت تسخروا بكل المؤهلات والمقاومات من أجل استقطاب المشاريع الكبرى وكذلك تحفيز الاستثمار لتحقيق الإقلاع الاقتصادي واجتماعي متميز ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة